بقعت على فرحان هالناس دوم الأكثر و الأقل على العموم هذي كما قلت لكم هذي جاء بعد تعيين هشام المشيشي يلا أنا الحقيقة عندي قراءة مختلفة العكس أنا الره مؤشر إيجابي كونه 56% بش يحكموا على البرامج بش يحكموا على العمل وبش يحكموا على الإنجازات يستنيوه لأنه أخطر حاجة جودي بيان أخطر حاجة وقت اللي نحكمه بسطحية وبتفاهة وجوست اللي نقفه في البرسبسيون ريفاما حاجة اسمه التوجيه رائعام اللي تجيك توجهك يا إما بش تسب يا إما بش تمشي معاه أهوك بش ينجح بش ينجح أنا اليوم بالحق 56% نقول الموضوعية هذي والرسانة هذي مهمة جدا بش نخرجوا شوية متى فيها ومسطحية اللي قاعدين نشوفوا فيها في برشة معناها بالحق صفحات في برشة مكينات اللي راو غيالما ما فيها باس نفهموا شوية علوم السياسة نفهموا شوية حتى القوة الناعمة هذي مكلفة بها النخبة لكن النخبة مكلفة على الأقل بش الميساج هذي توصلوا ف56% بالنسبة لي حالة وعي حالة وعي إن شاء الله ما فماش دوسي في الدورة وانا قنية البارح اللي فم دوسي مجهز لي في الدورة والله أعلم خاطر شو راهو الدوسية والملفات لازالت يحكموا بالملفات بربي كان الركزو شوي على الخدمة على أن نقدموا فيها على أن نعملوا برامجنا على أن نلبيوا وانتظاراتها الناس هذي اللي تعبت تعبت من السياقات هذي الكل خير من اللي نقعد مبربشو فيه نخدم بخاخنا فيه دوسي هذيك جبدو توا ودوسي هذيك وقيت علي لا علينا سمحوني ساكن قلقتكم بمجدودين ولكفتر ساعة من نجمش تدخل كتب دو تتناقش وخد غشو الزوث لا لا تفاضل وتقضوا تتناقش وساتين عندي أنا توقيت وعندي أنا كل واحد وقتاش يخذ كلبتو تفاضل تحاول أنا للحقيقة الرالي شعب التونسي مهوش فاهم حتى شيء 56% مهوش فاهم مهوش عارف اسكبه مهوش به الحكومة ذي الوجه السياسي عنده موش واضح دو كذك عليش يفوت ما نعرفوش وظهر لي بجو قعدوكي كديما ما يعرفوش ها العموم هاولي قادم الايام مش جيبلنا برشة جديد ونشوفو نشوفو خاصة ندول انظار كل مسبوبة على البرنامج الاقتصادي والاجتماعي لحكومة المشيشي اي سيلو بلز امبورتان لانه غادي غادي ويني استنى التونسي وغادي يحب يجني ثمار هذي الكل ما تعنيش للحروبات للعارك والمعروك متاحهم اللي يعنيه اقتصاديا شنوه ييكل وشنوه يدخل في جيبو وشنوه يهز في قفة صغر تحية للناس اللي قادة تابع فينا الكل توا في ساتنوف في ساعتنا لولا وتحية خاصة لسليمة سوالمي اللي هي من الجيش الابيض ومزال التوا واحنا وقولوا انهاركم زين الناس كون ثم ناس بيتها تخدم في الليل